اهلا بكم تفسير روحة الشعر في المنام من الاحلام المهمة جدا والمنتشرة لدى الجميع بكسرة في هذه الايام ربما ان في فتاة شافت ان شعرها بيطول ربما ان في شخص شاف ان شعره بقى مجعد او يعني ما بقاش افضل من العادة ربما ان في شخص شاف ان حد بيقصل شعره احباه في الله تفسير روحة الشعر في المنام من الاحلام المهمة جدا لدى الجميع عايزكم تركزوا معايا في دقيقة معدودة علشان تعرفوا كل ما يتعلق برؤية الشعر في المنام بس ابلي مخشرة اتفضل الفيديو عايزكم تودوا الفيديو لايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس الشعر الطويل والناعم للبنت العزباء تعرف على طول ان شاء الله في زواج لها في تغير في حالتها للافضل تطفير الشعر في المنام ايضا سواء المتزوجة او عزباء بيرق يعني ايضا بيدل على الخير الوفير وتغير حالة البنت الافضل ان شاء الله اما اللي تشوف ان هي بتنزع شعر من جسمها دي تعرف برضو ان شاء الله في يعني ان البنت تيها تتخلص من الهموم والمشاكل اللي بتمر بيها في حياتها واذا كانت متزوجة ايضا وشافت ان هي بتزيل الشعر من على جسمها تعرف ان شاء الله في تغير في حالتها للافضل وده طبعا عكس الرجل يعني لو راجل او شاب شاف ان هو بينزع شعر من جسمه ده من الرؤى غير محمودة ولكن بالنسبة للمرأة تعرف على طول ان شاء الله في تخلص في من الشكل اللي عندها والهموم اللي عندها ازا كان في مشاكل ما بينها وبين جوزها تعرف ان شاء الله في زوال للهموم ديت اهم حاجة ان هي اه يعني اتقرب لربنا عز وجل بالاستغفار والدعاء وتحاول تشوف اه الحاجات الغير جيدة في حياتها وان هي تتخلص منها اللي تشوف ان هي بتفك شعرها يعني شافت ان شعرها يعني معقد او ان شعرها ملفوف وشافت ان هي بتفكه تعرف ايضا ان هي هتتخلص من الهموم والحزن اللي في حياتها وفيه فرج قريب سواء ازا كانت بنت عزباء او ازا كانت متزوجة ايا كانت تعرف ان ان شاء الله بارضة ايضا فيه قرب فرج لها في الفترة المقبلة اللي تشوف ان فيه شعر على جسمها خاصة منطقة البطن بيقع يعني اللي تشوف شعر على جسمها مرأة وليس رجل يعني الست اللي تشوف شعر على جسمها على بطنها تعرف على طول ان فيه شوية مشاكل فيه شوية هموم في حياتها فتحاول ان هي يعني ما يعني ما تخليش اي فواصل ما بينها وبين جسع او بينها وبين اقاربها لربما ان الشعر كده بالنسبة للمرأة سواء عزباء او متزوجة يعتبر بعض الهموم والمشاكل في حياتها الرجل اللي يشوف في منامه شعر كسيف في منطقة البطن بيدل على رزق وفير يدل على قرب فرج ليه ان شاء الله في الفترة المقبلة لان ازا ما قلتلكم في البداية الشعر في المنام تفسيره بالنسبة للمرأة عكس رؤية الرجل تمام؟ عكس رؤية الرجل الفتاة العزباء اللي تشوف في منامه ان هي بتضفر شعره في الحلم تعرف على طول ان شاء الله تتجوز من واحد صالح في الفترة المقبلة ان شاء الله وان في خير جاي لها باذن الله ايضا البنت اللي تشوف شعره ابيض في الحلم ربما ان هي هتتجوز من شخص فاسد او شخص غير صالح واذا كان في حد متقدم لها تحاول ان هي تستخيل ربنا عسى وجل لربما كانت الرؤية تحذيرية لها من الشخص اللي متقدم لها دوت او الشخص المرتبطة بيه في حالة المتزوجة ايضا لو شافت ان شعرها طويل يعني وهي بتحافظ عليه وبتشتروه وبتخبيه اذا كان زوجها مسافر تعرف ان شاء الله ان فيه رجوع لزوجها واذا يعني ما كانش مسافر تعرف ان شاء الله ان فيه تغير في حالتهم للافضل باذن الله لو واحد متزوجة شافت ان شعرها بتعقد شعرها او بتعمل عقدة لشعرها ربما فيه مشاكل زوجية يعني هتنتج او يعني تحاول تتجنبها ما بينها وبين جزء تمام وهنا الرؤية بتكون تحذيرية لها المرأة المتزوجة الشعر اللي تشوف شعر متقطع في الحلم تعرف ان فيه مشاكل ما بينها وبين جزء تحاول تحلها اما اذا شافت ان الشعر اسود شافت شعرها اسود في المنام جديد تعرف ان جزء بيحبها ان شاء الله بالنسبة للشعر الناعم عمتا في المنام بيدل على ربما يعني المرأة الجميلة ربما يدل على رزق حسن عمتا سواء للرجل او المرأة او العزباء يعني يستبشر خير على طول اول ما تشوف شعرها الناعم في المنام ومفروش اي مشاكل وكانت مخصوطة به سواء رجل او او متزوجة او عزباء تعرف ان شاء الله فيه تغير في حالتها للافضل اذا كانت عزباء زواج اذا كانت متزوجة ربما فيه تنجب بنت جميلة ان شاء الله او يعني اذا كان فيه مشاكل ما بينها وبين جزء هتتحل واذا كان رجل يعرف ان فيه رزق يجايله في الفترة المقبلة ده في حالة لو اي حد شاف ان شعره جميل وناعم ومفوش اي عقد ولا اي مشاكل الشعر الخفيف في المنام خصوصا في مقدمة الرأس بيدل على خسارة بعض المال اللي بيمتلكها الحالم ربما يدل على حزن ربما يدل على ضيق يعني اي حد يشوف ان شعره خفيف في المنام سواء راجل او مرأة يعرف ان ربما فيه بعض التغييرات في حياته ربما التغييرات دي غير جيدة او غير محبوبة في حالة سحب الشعر يعني لو حد شاف حد ان بيسحب شعره بقوة وربما قطعه ربما فيه مشاكل يتعرض لها او فيه امور شعوازة او خرفات قد يتعرض لها الرأي كسحر او غيره تمام اما في حالة اللي يشوف ان حد قصله شعره تعرف على طول ان ربما تعرض الرأي لسحر كسحر تفريق ما بينها وبين جوزها او سحر تعطيل زواج ده في حالة لو حد لو الرأي شاف ان حد بيقصله شعره وهو رافض القص ده وحزين بالتغيير ده ربما يدل على حسد او سحر اتعرض لي الرأي الرأي احبا في الله اه دي كانت اهم او كل ما تعلق بتفسير رؤية الشعر في المنام لو اي حد شاف رؤية متعلقة بروية بالشعر في المنام ياريت يكتبها في تعليق اسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بها ناس تانية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم جميع فيديوهات من الحصرية واللقاء في فيديو اخرى السلام عليكم ورحمة الله